بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رضيما يا أيها الذين آنت الله قولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم الرب رضيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وشاء الله أكبر من أثبتها وكل رحلة ذاته ولا طلالة في النار أموى أصدقائك ونعبشي 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 السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم ونعبشي 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 صلى الله عليه وسلم إن أهل الله ليديه للذين يأكبر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجراء كبيرا وأن الذين يعملون بالآخر أعدنا ألموا عذاباً أليماً وينعو الإنسان بالشغل وعامه بالخريب وكان الإنسان عنه كبيراً لهم المسلس علمي أن يكون الكلام فيه بالذغة العربية التي هي ذغة علم الشريعة ولكن بأسباب بعضها تخصني وبعضها تقوم أتحول إلى الذي يستفيد منهم الجميع كبيراً المترجم للقناة 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 المترجم لك